منذ عامين وأكثر لا تزال هذه المناطق التابعة لمديرية صرواح بمحافظة مأرب تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا صرواح آخر معاكل الميليشيا الواقعة غرب مدينة مأرب والمتاخمة لمحافظة صنعاء من جهة خولان تشكل السيطرة عليها همية استراتيجية في تأمين محافظة مأرب وقطع إمدادات الميليشيا القادمة من صنعاء مصادر عسكرية أكدت أن مدفعية الجيش الوطني المتمركزة في مناطق العرقوب ووادي الربيعة تمكنت بعد استهدافها مواقع الميليشيا من إلحاق خسائر كبيرة بها في العتاد والأرواح قبل يومين أو ثلاث في جبهة صرواح تم تدمير طقم وعليه قيادات ذات أهمية بمكان نحن على ثقة ويقين أن نصر الله قادم بسواعد الأبطال المرابطين الوحوش الأسود وبالتزامن مع المعارك على الأرض شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت خلالها مواقع تجمعات الميليشيا في المديرية ما أدى إلى مقتل العشرات منهم بينهم قيادات ميدانية وعلى الرغم من التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني تواجه المعركة صعوبات عدة أبرزها تمركز الميليشيا داخل المباني السكنية والجبال المحيطة وزراعتها لألاف الألغام على طريق المديرية للحيلولة دون تقدم الجيش الوطني للوصول إلى المديرية يقول خبراء عسكريون إن تحرير مديرية سرواح سيمثل انتصارا لافتا للجيش الوطني وهو الأمر الذي قد يفسح المجال لقوات الجيش الوطني للتقدم نحو صنعه